تغريدات ساخنة أطلقها رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم عبر تويتر جاء في بدايتها أن الوضع في منطقتنا الخليجية بات محفوفاً بالمخاطر ويستدعي من الجميع الانتباه الدائم تحسباً لأي احتمالات فالغرب بقيادة الولايات المتحدة لم يتوصل حتى الآن إلى اتفاق يعيد الاتفاق النووي مع إيران إلى الحياة وأضاف بن جاسم نحن نعلم أن إسرائيل تدفع بقوة للحصول على بعض المعدات والأسلحة التي تمكنها من قصف الأهداف الإيرانية التي تعتبر أنها تشكل خطراً كبيراً عليها غير أن الجانب الأمريكي ما زال حتى الآن متردداً حيال تزويد إسرائيل بتلك الأسلحة وتابع إذا لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق نووي جديد مع إيران وزودت الولايات المتحدة إسرائيل بما تحتاجه من سلاح سيكون هناك لا سمح الله عمل عسكري قد يهز الأمن والاستقرار في منطقتنا وستكون له عواقب اقتصادية والسياسية واجتماعية وخيمة وتمنى الشيخ حمد بن جاسم أن يوضح المسؤولون في المنطقة الخليجية لأمريكا والغرب عبر كل القنوات الممكنة خطورة أي تصعيد عسكري وضرورة معالجة المشاكل القائمة معالجة سلمية لأننا سنكون أول الخاسرين واختتم سلسلة تغريداته بالقول إنني كنت متفائلاً كثيراً تجاه احتمالات التوصل إلى اتفاق بين الغرب وإيران ولكنني أصبحت الآن أقل تفاؤلاً لكني لا أستغرب ولا أستبعد حدوث تحول إيجابي يحيل اتفاق النووي ويجنبنا مخاطر الفشل ترجمة نانسي قنقر